وينضم علينا من برلين مراسل الغد يمان شواف يمان لماذا تريد ألمانيا أن تنفق على جيشها مئة مليار يورو نعم حسين طبعا هذا الرقم الكبير الذي طبعا تم توصل إليه ليلة الأحد بين التحالف الحكومي وكذلك أحزاب المعارضة الرئيسية ومنها الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي وهذا التوافق يعني أن المعارضة والحكومة التي تتشكل من ثلاثة أحزاب قد توافقوا على تشكيل ووافقوا على إنشاء هذا الصندوق بمئة مليار يورو هذا أيضا وفقا لتصريحات المستشار الألماني أولف شولتس أمس والتي طبعا رحب بها بهذا الصندوق وقال أن هذا الأمر يأتي بعد التطورات العسكرية وبعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأن هذه المبالغ التي ستصرف على الجيش الألماني هي لتطوير أسلحة الجيش الألماني ولتطوير الجيش الألماني الذي كما قال المستشار الألماني أولف شولتس ليعزز مهمه الدفاعية ليس فقط في الدفاع عن ألمانيا بل أيضا في الدفاع عن دول حلف شمال الأطلسي يمكن القول وهذا ما يتحدث به الجميع هنا حسين بأن ألمانيا قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كما يقول هنا يتحدث المسؤولون بأنه غزو هي ليست ألمانيا اليوم كما كانت قبل بمعنى ألمانيا التي كانت تنفق على الديمقراطية على البنى التحتية على الاقتصاد على الأعمال اليوم تخصص ميزانية كبيرة لدعم الجيش الألماني وهذا بطبيعة الحال بسبب كما يتحدث المسؤولون هنا ارتفاع المخاطر الأمنية بعد العملية العسكرية وتداعيات هذه العملية في أوكرانيا طيب يمان الخبر الوارد بيشير إلى أنه تم الاتفاق بين الحكومة الألمانية والمعارضة لتخصيص هذا الرقم لماذا الحكومة بحاجة هنا إلى موافقة المعارضة نعم هذا الموضوع متعلق بالبرلمان ألمانيا اليوم تحتاج بسبب المديونية تحتاج إلى قرار وهذا القرار يجب أن يكون في توافق الأغلبية داخل البرلمان لذلك كان من الضروري أن التحالف الحكومي المشكل من الحزب الاشتراكي وحزب الخضر والليبرالي الحر أن يدخلوا في هذا الأمر الحزب المسيحي الديمقراطي أي حزب المستشارة ميركل سابقا وشقيقه البافاري المسيحي الاجتماعي وهما الآن يشكلان المعارضة داخل البرلمان التوافق بين التحالف الحكومي الذي يشكل الأحزاب الثلاثة والمسيحي الديمقراطي وشقيقه الاجتماعي هذا يعني أن الأغلبية ليس فقط في الحكومة بل أيضا الأغلبية في المعارضة قد وافقت على هذا الصندوق ويعني أن هذا القرار سيمكن الحكومة الألمانية الحالية وزارة المالية من طلب أو رفع صقف المديونية أكثر والتمكن من تشكيل هذا الصندوق الذي طبعا يشكل أكثر بقليل من 2% من الناتج المحلي لألمانيا ينفق الآن على الجيش وطبعا حسين كل هذا الأمر يعود وفقا للمستشار الألماني أولف شولتس إلى أن الوضع الآن والمخاطر الأمنية قد ارتفعت بسبب تداعيات العملية العسكرية الروسية ولن تكون هذا المبلغ لن ينعكس فقط في المهمة الدفاعية لحماية ألمانيا فحسب كما قال المستشار أولف شولتس بل أيضا سيكون هو ضمن تعزيز القوات الدفاعية أي بمعنى حلف شمال الأطلسي ودول الناتو وهذا سينعكس كما قال شولتس هذا الصندوق عندما ينفق على الجيش ألماني سينعكس على كل دول حلف شمال الأطلسي سينعكس بثاكة شكرا شكرا شكرا